السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم والتي قد تكون أداة للنصب والإحتيال حيث جاء في بلاغ تحديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يخبر كافة مؤمنيه بأنه يتبرأ من الأشخاص الذين اتصلوا بعدد من المواطنين من تحيلين صفة ممثلين للصندوق مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية وتابع أنه من أجل حماية مؤمنيه يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم والتي قد تكون أداة للنصب والإحتيال واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة وحسب البلاغ فإن الصندوق سيقوم بمتابعة كل من تبت تورطه في هذه العملية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه وتابعا لما سبق فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به أو التي تهم علاقته بهم وذلك عن طريق متابعة موقع الرسمي وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي